السلام عليكم يا ربي جماعة تكونوا بألف خير في فيديو اليوم ان شاء الله النهاردة بمعلقتين زيت بس وبدون حليب هنعمل كمية قرص طرية من بتاعة الفران بنتيجة رهيبة وطعم مميز جدا الداهشة وطرية زي ما انتم شايفين طبعا دخلنا على رمضان تنفع للصحور برضو مفيش اي مشكلة حبيت انهي معاكل فيديوهات بتاعة فيما قبل تجهزات رمضان بحاجات هتنفع معنا في رمضان ان شاء الله وفي نفس الوقت حاجات يومية للفطار عشان بعد كده ندخل في فيديوهات التجهزات ان شاء الله ونعمل كل الاصناف باقوى مقادير وباقوى طرق ان شاء الله يا ريت بي يا جماعة كل اللي لست جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعال الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة وما نسوش تسيبوا لي تعليق عشان تعلاقاتكم بتفرحنا جدا محدش يا جماعة ينسي سيساب الاعجاب للفيديو والتعليق ويلا نبدأ ندخل كده في المقادير معايا نص كالو دقيق مخبوزات او جماعة الاغراض مية عادل 4 كوب نزلت عليهم كده يا جماعة ب15 جرام لبن بودرة معلقة كبيرة 50 جرام سكر ربع كوب 30 مل زيت او 30 جرام معلقتين كبار 15 جرام خميرة معلقة كبيرة 5 جرام ملح معلقة صغيرة ممسوحة 250 مل مية فترة او دافية كوب وربع باخد كده كل المقونات بلا السسناء فوعاء العجان كده تمام او ممكن بالايدة عادة بس كم درجة ساعتها واجعني بعجانهم كده يا جماعة كويس جدا لحد ما نشوف القوم بتاع العجينة بيكون معايا عامل ازاي اخلي بالي ان قوم المخبوزات عجين المخبوزات في الشتاء بحتاج خدمة اكتر من فصل الصيف لازم العجينة تكون مش مفرولة من جوة معايا اشدها كده ما تكونش مفرولة تكون مخبوم انا لمتها بس بالعجان وكملتها خدمة بايدي زي القوم اللي انتوا شايفينه ده عجينة شدة بغطى علي يا جماعة وبس تبع تخمر ومش بس تبع تخمر اوي وبعد كده بقطعها قطعها يا جماعة انتوا حسب الرغبة انا للناس اللي بتكون دقيقة ما قطعها 40 ل 50 جرام انتوا ممكن تقطعوها اصغر اكبر براحتكم لو عاوزين حتى تعملوا مقدار كبير تقدروا اللي انتوا تخزنوها في اكياس وتحطها في الفريزر تخرج للتسخين بعد ما كورتهم يا جماعة كده بحوالي 50 جرام السبتوم يريحوا بس 10 دقايق وبعد كده في الصوان بتاعتي وهبدأ اشوف هشكل ازاي وخلي بالي من نقطة اللي انا ما رققهمش لان لو رققتهم ومعما خمر ما يطلعوا معايا نشفين يعني البطن ايدي كده ببدأ اللي انا افردهم وكده كده مع الخمر بيبدأ حجمهم يكبر والضعف من الاطراف ومن الاعلى حسب الرديل اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة ما بخلهم شرقيقين عشان ما يطلعوش نشفين معايا دايريكت يا جماعة حطاتهم يخمروا قعدوا معايا ساعة عامل المقدار معايا ساجين بادخلهم فرن سابق التسخين مسبقا على درجة حرارة 200 مقاوية بيقعدوا معايا من 10 ال 15 ديه نسبة السكر ممكن ما تستدعيش لفتح الشوايا لكن لو ما اخدوش لون من فوق ارجع القعدة بتاعت القرص ولو احتاجت الشوايا افتح لها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله قد ايه هشة جدا ومزبوطة اتمنى الفيديو يكون عجبكم سلام عليكم